انطلقت الدوريات الأوروبية ومرور ما بين جولتين لثلاث جولات في الدوريات الكبرى بدأ شكل المنافسة يظهر وبدأت الصفقات الجديدة أيضا تظهر ويبان تأثيرها في كل وسائل العالم الأوروبية ممكن الحديث دلوقتي يا مصطفى دايما عن الدوري الأوروبي وإيه اللي بيحصل فيه وتغيرات الكثيرة قوي اللي بتحصل الفترة دي موقف اللاعبين المصرين في أوروبا يعني إيه هو في الفترة دي يعني القيلة والقال كتير قوي فإحنا قلنا نرد عليكم النهار ده من خلال حلقاتنا ومن خلال ضيفنا الموجود معنا أستاذة محمد عباس الناقد الرياضي اللي بنوارنا أهلا بيك أهلا بيك أستعد بقى للإشعاعات الكثيرة اللي عندنا اللي هنرد عليها مستعدين نجا مستعدين صح خلينا نقول نبتدي بالحقائق يعني ما نتكلمش على الإشعاعات ونتكلم عن الحقائق وخلينا نتكلم عن الدوري الإنجليزي تقييمك إيه لأول ثلاث أسابيع اللي بيحصل هالي سيتي في طريقه فعلا أنه هو ياخد الدوري في ظل طبعا الفروق الواضحة بينه وبين الفرق التانية قادر أنه هو يحقق العلامة كاملة في أول ثلاث مطشات بس يوى السيتي كسب أول ثلاث مطشات دي حقيقة وباقي أنه عن شخصية البطل أو بتلو يتعوده ويكسبه وكان فيهم مطشات صعبة يعني دي حقيقة بردو بس أي حد بيتفرج على كورة هو الوحيد اللي حق العلامة الكاملة وهو سيتي لغاية دلوتي بس أي حد بيفهم كورة ويتفرج على كورة باين قوي نو مانشستر سيتي ما بقاش نفس الخطورة على الجول بقى فريق عنده عجز في الحلول اللي قدام شوية الراجل عمل راجل جورديولا عمل انتقالات صيفية أنا شايف ناكد بالسلب على الفريق اللي ويأخد شام ينزليج ويأخد دوري ويأخد كل البطولات هو قلل الإبداع عنده فيه لايب في وسط الملعب كان اسمه جندجان لايب تركي في ألماني تركي يعني في وسط الملعب الراجل ده كان بيقدم حلول لجورديولا هيلة جدا مطشات كتير قوي خلصت بجندجان ده الراجل ده هو بديله بكوفازيتش كل الناس المحنكين أو اللي بيحاولوا يدفعوا عن جورديولا شوية قالوا كوفازيتش ده وسط الملعب ده أبجريد بقى في المستوى لما بدأ التلات متوشة والمطشات اللي ودية كمان قالوا كوفازيتش ما عندوش التكميلة الهجومية اللي بيعملها جندجان فالحلول قلت والدكة بقت أضعف عشان فيه محرز مشي محرز ده تقل على الدكة جدا فانت شيلت اتنين واجبش حد ما كان لحق نفسه امبارح اول امبارح كان فيه لعيب اسم دوكو جناح من ريني في فرنسي مضى ولد شاب بس انت لسه ريسك ده مش لعيب مش متمارس في الدورة الانجليزية زي رد محرز اللي كان اصلا واخد دوري قبل ما يجي لك يعني فهو فريق عندو عاجز في الحلول الهجومية شوية بانت شويتين ماتش اللي فات ماتش اللي قبله ماتش اللي كان هيرض منه ماتش مبارح فالسيتي مش نفسه قوة السيتي بتاع السنة فات فمنافسين في منافس او اتنين كده خلان اقول عليهم دول لو فاقوا شوية او كملوا بنفس المستوى شوية لا السيتي معتقدش نوعي ياخد الدوبيل السنة التانية طيب بعيدا عن السيتي خلان نروح لليفر بول ليفر بول ونيو كاسل كان له مبارح شفناها مبارح وخصوصا شوفنا محمد صلاح كان بيلعب بشكل اساسي مردهوش يورجين كلوب وقال له اقعد على الدكة وخلافه ولا طلع لما حصل طبط اوه هل بقى افتكر ده ضغط الدور السعودي راجل لا خلاص بقى متهيألي خلاص يعني هي حسي ما تدير يعني خلينا اشفح للناس الموقف كده ان ليفر بول قال ان انا مش هفرعت في محمد صلاح لما اجد بديل فالناس عشان اللي بتفرجوا علينا يفهموا الموضوع مش ازاي هو ليفر بول ما بيفوضش بديل هو مش هيسيب صلاح غلي ملاي بديل وما بيفوضش بديل فصلاح قال انا مع الادارة هو مش بشكل اي ضغط على الادارة يبقى ايه اللي لا يحصل والوقت دايق جدا اوه من ثلاثة وداف انجليزي خلاص اللي كده يقفل وهم بشكلش اي ضغط على الادارة الولد ما طلقش اقال مسلا عزمش او لا لا مدخلش في مشكلة مع الادارة وليفر بول مش هجيل بديل قدت لسه عايزة اقول احسن لبننا ايه بقى يعد ولا يروح الدوري السعودي في ضل التغيرات الكثيرة اللي بيشهدها الدوري السعودي وضل الانضمام او انضمام العديد من النجوم او نجوم الصف الاول في عالم كرة القدم دلوقتي نضمه للدوري السعودي طبعا فيه اكيد نجوم كبار موجودين في دوريات اخرى لكن احسن لصلاح ايه هل تواجده في ليفر بول ولا الدوري السعودي مسخي المتفقين الاول على الحاجة ان الانسب والوجهة النظر الاكثر صعوبا هي الوجهة النظر اللي يوصلها محمد صلاح ومديق اعماله لان هما دول شكلونا او ورونا التجربة الاكثر نجاحة في تاريخ قدقادم فهما اكيد يوصلوا للحل الاحسن بس بوجهة نظرنا احنا في وجهة نظر انا بميليها اكتر شوية ان الدوريات الاوروبية دلوقتي فضيت من نجومها لو صلاح فعلا زي مقال نجوم كتير ويقوم اختلط معه او قريبين منه ان هو بيفكه في الكرة الزيابية دي فوسطة لو هو تفكيه في الكرة الزيابية فعلا دي فوسطة ان هو يعد السيزن ده او السيزن اللي جاي المشروع قائم عليه وهو نجم ده انجليزي يعني هو لو دبستي علمين نجوم ده انجليزي هالمد وصلاح فهو صلاح لو قعد دلوقتي وهو بيفكه في الكرة الزيابية يقدر يعمله الماتش طعم بيرحها واحد من اهم خمسة امتشرة في تاريخ كلوب مع الفاببو. من أهم من خمسة ومتوش في تاريخ كلوب. ده من الكلاسيكيات هيبقى بعد كده. طب في مدرستين في مدرسة تقولك ان صلاح يروح أفضل هناك. وفي مدرسة تقولك لا خلي هناك. يعني في مدرسة تقولك ان ايه لا الدوري السعودي هيبقى قيمته السوقية. يعني تاني حاجة بعد الدوري الانجليزي. في مدرسة تقولك لا وجوده في أوروبا هيكمل مسيرة لاعب مصري. وما بين المدرستين يا تبارى النقاد وتتبارى التصريحات وكل البرامج الرياضي تتكلم في السياق ده. تعليقك. لو هيروح يروح دلوقتي. خلينا نتكلم بالعقل كده. لو هيروح للتجربة السعودي. لو هي ناوي ياخد التجربة دي. يعني قيمة السوقية لدوري السعودي فعلا هتبقاها. هتبقاها عظيمة قوي. دي حقيقة خلاص دي فاكت. ده الناس بتعلم معانا يا دي حقيقة سبت. بينا قوي من أسامي اللعيبة من أسامي مدربين من دي بلان وخطة. تاني قيمة السوقية بعد دوري الإنجليزي فعلا. جاي اكيد مع الوقت. كل الناس حتى اللي في الدوري التانية قابلوا تخوفهم. كلب نفسه في الدوري الإنجليزي قابلوا تخوفهم. سيميوني باقي احتلق. انا مش مش. انا خايف على فريتي. خايف على نجوم فريتي. ان كل الناس عايز تروح هناك. التجربة اللي لنك دي باين ديني لنك حاجة ده. لان هي تجربة كاملة. مش تجربة اسمين يكسروا الدنيا. اللي باين تجربة طب اخر كلام في الحتة دي با عشان ندخل في حاجات تانية. صلاح عايزة كلم عن الارسنال. صلاح. ها قاعد في الفيكو. ده اخر كلام. الشواهد بدول الناس اللي بتكتب حاجات على السوشيال ميديا. صلاح خلال ساعات قليلة يتاجه الى الدوري الصعود. في ناس كتير بتكتب حصري وعاجل ومحدش قويب لصلاح يكتب حصري وعاجل. توصل عمدة نجريج جاء لك عمدة نجريج صراح. كل ما حبيبوا بقية. الحقيقة ان الشواهد بتقول انه مفيش حاجة بسمية خلاص لفيربول ما بيفوضش بديك. مش هيسيب صلاح هو عمدة او هو حجر الاساس في الخطة دي لكلوب. هو لو تسراجع محمد صلاح حقيقة ايضا مبارح. انت بتشوف محمد صلاح تسعين دي الخطة وتحركات كلوب في الملعب كلها اي مع الراجل له. هو اللي بحركة الفريق. فمش هيسيبه لك. انت كنت لسه بتقول انه في فاضل يومين وهيتقفل القيد امام الدوري الانجليزي. خلاص اي اهم الصفقات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. اهم الصفقات. الارسنل عمل صفقات كويس اوي. طبعا اكتر فيه عمل صفقات في العالم ممكن متهالي. في اخر سنتين. تشيلسي. اه تشيلسي. هو جاب 22 عيب ومشي 11 عيب وعمل حياة كتبة كده. لسه التجربة ما بانيتش اوي. لكن الارسنل عمل صفقات اهم. ايبقى. ديكلاد رايس وسط الملعب. صفقة مهمة اول لارسنل. ومتهالي دي اقوى صفقة يعني حصلة طلقات الارسنل دلاتي. كاسييدو اللي راح تشيلسي. ودي كت اكتر صفقة عليها جدل. لاتشيلسي اللي البابور تتخانقوا عليه باسم كاسييدو في وسط الملعب. راح تشيلسي. والصفقة الاغلى. اغلى من ديكلاد رايس بكم الف يعني. الصفقتين هم دول أهم صفقتين بس ديكلافايس للأرسنل قوية جدا وكاد فيه صفقة تانية ديكا ممكن نقول نهاردة أعد معاكم وأقول بقى أنا فاهم وكاد الصفقة دي أهم صفقة فعلا بس يعيني أول ماتش مع الأرسنل جاله الباط صليبي اللي مداي في حاسمه تمبر وده عمل مشكلة للأرسنل وده فريق من الفريقين لان قلتلك لو قايفوا على فجليم شوية هيخلوا الستي ما ياخدش اللقب للسنة التانية منهم الأرسنل بس فكرة نيتمبر داتصاب دي عملت مشاكل في الخط الخلفي وده بان قوي في أول ثلاث ماتش على الأرسنل بيستقبل أهداف بسهولة الفريق الثاني هو فريق ابننا صلاح بردو الليفر بول لو جاب العيب بقم ستة قوي بسه مدافع قوي قطع الكرات الليفر بول جاهز ان هو ينافس السيتي مراضي عشان زود الحلول الهجومية جدا الليفر بول منشستر ريناتد اي ظروفه في هذه المنافسة؟ منشستر لأ عياد منشستر شوية بعافية شوية انا بشوف ان هو عنده شوية واضحة يعني هو بيعمل حاجة وبعدين يلغيها ويجيب لعيب بعدين يغير مكانه بسهولة عنده مشاكل يمكن الدنيا هتبان شوية أكتر لما هويلند اللعيب اللي هما جابوهن أتالانتا يخف من الاصابة ان هو جاي مصاب ويلعب ان هو محتاجة بس حبة بشكل بس الحبة اللي بجد يعني ساعتها ممكن خطة الفريق تبان بس صورة اين حاجة عنده مشاكل كتب اي بس عنده مشاكل كتب يعني منشستر فريق كسب مع نوتنجام بس عنده مشاكل مشاكل في استقبال الهداف كتب وعنده مشاكل في العمق الهجومية شكرا بقولك ممكن المشكلة دي تتحل لو هويلند بقى موجود وراشفر دخد الشكل بتاع الخط يعني بس هو تحس المنشستر يستعدمه سنة سنتين عشان ياخد له قبل هل هويلند ممكن يعمل أرقام قياسية زي السنة اللي فاتت مع غياب دي برون ولا؟ هو عامل بس كتب أقولك فيه عنده مشاكل في ناحية خلق الحلول قدام الجون ده باين قوي وباين قدام فريق يعني فريق زي نبارح فريق عنده مشاكل أصلا شي في الفريق ضعيف يعني بس حتى في الظل ده هلند عنده لأ قطفة تحديفة مبعبة الراجل هو هاستل 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 ثلاث تجوان ثلاث متوشة ثلاث تجوان ده العدي بتاعه قوي بس طبعا انت دي برون بيغيب جوندجان بيغيب ميحفز بيغيب انت الحلول بقت اقل تحتها ما كنا تكلمنا قبل كده فان هو راجل ما بيخلقش الحلول لنفسه هو راجل قاضب على التبكيز السنين دي في تحويل الحلول دي لأهدافه فلو ما عملتلوش حلو كتير مع الوقت فضل السيتي عاجز شوية عن تشكيل الخطورة يعني على أهداف المنافسين هلا ده هيبقى الأرقام أقل من سنة فكرة هيبقى هداف بابدود يعني مسيحة هيبقى أقل شوية من سنة فكرة فبعيدا عن الدوري الإنجليزي خلالنا نروح للدوري الأسباني يعني هل في حالة خفوت كده حوالين الدوري الأسباني يعني الريال وبرشلونة يعني ما بقيناش نسمع عنهم زي زمن أو ما فيش ليهم تأثير واضح في الدوري الأوروبي زي زمن أو الدرات الأوروبي زي زمن الألم الأسباني بيتكلم عنده كتير وبيحاسب المسؤولية عنده فيه مشكلة مشكلة طبعا اقتصادية عنده برشلونة ما بيجيبش لعيبة أسامي كبيرة يعني فضلنا طول الصيف عايشين ميسي جاي لأني مرها يرجع برنافدو سيلفا في الأخير مفيش حد أثلتكو يمكن بيعمل صفقات كويسة بس برضو الطموح لايل شوية ورين مدريد هو الوحيد اللي بينافس حتى عمستوى الأوروبي يعني بقى له كم سنة فالدوري الأسباني عنده مشكلة في اللجوم رافا بنيتس كان بيتكلم من كم يوم على نفس المشكلة الفكرة اقتصادية ما فيش فلوس بنعمل صفقات جامدة فالدوري مبقاش جامد زي زمن ريال وباشتونة يفضل ريال وباشتونة وكلاسكو هيفضل كلاسكو بس انت بتحكي في أتلاتكم مدريد وسيفيليا وفياريال يبقوا قوية عشان الدوري يبقوا قوية بس ورية مدريد نفسه عنده مشاكل في المستوى الأوروبي فيه بيبدأ موسم ثلاثة إصابات أهم ثلاثة نجوم في الفريق مش سامي عادية كان فيها زي شائعة محمد صلاح كده شائعة مبابي وهيروح ريال مدريد ولا لا يسيب بارسان جماعة ولا لا وكان الضغط اللي كنا بيمثل عليه من الجمهور بتاع فارسان جماعة والنادي نفسه هيروح ريال مدريد؟ هل ده ضغط كبير؟ نحن مسلسل كل يوم والله أنا بحب رياليوه ده مسلسل كل يوم ده عاشين كل يوم صحيح تصحى مبابي قال النهاردة مدريد عمل النهاردة يعني احتبانا كالسنة في ده الموضوع كله المستفيد الوحيد منه من فكرة التأجيل دي مبابي بس بس انما بارسان جماعة وليا مدريد هو لا ومستفيد كمانا راجل عايز عقده يخلص مع بارس ياما يقضي تشارعات عليهم كل سنة فهن جد سنة واحدة بس وبعدين يجي السنة بعدين بس فيه ضغط كبير قوي عليه من الجمهور يعني هو اصلا يعني متضايق والجمهور متضايق والدولة الفرنسية نفسها بتتكلم لان ده ده المستقبل ده مشروع ده منتح فرنسا بنسباله وريان مدريد طبعا بيضغط من لاحة تانية عشان الراجل بارس هو شايف ان هو ده الوحيد اللي ممكن ايجي لان كان هاركين قدام ريان مدريد بمئة مليون ما جابش هاركين اوسمن من نابوليا مثلا ما بيكلمش على مهاجمين تانيين هو امبابي فموقف كل حاجة على امبابي والدولة الفرنسية يهمها ان بارسان جماعة يبقى امبابي هو رمز بتاعنا عجلا ام عجلا امبابي راح مع مدريد بس نعفيش هيروح امتى ويمكن اصابة فينسي يستخلم بابي يخلص في الكم يوم اللي جايين دول طيب وانت بتتكلم على الصعوبات الاقتصادية بتعانيها الدوريات الاوروبية هل يقدرون ان الازمة الروسية الاوكرانية اثرت على عدد من الدوريات الاوروبية وخصوصا لو كلمنا على الدوري الالماني الدوري الهولندي مش بكس بتكلم على الدوري يعني الاسباني او الفرنسي هو كذا ازمة يعني هي بدأت من قبل الحرب الاوكرانية الروسية هي بدأت من كورونا حصل دروب قوي جدا عند فاكتي والدوريات الاسعار الاسعار اللعيبة بقتت عالية جدا وبقى فيه منافسين بقى تانين فيه دوريات بقى قوية الدوري الامريكي الدوري الصيني يجي بقى الدوري السعودي دلوقتي فبقت الاندية مش قادرة تحافظ قبلنا ما سمعنا ان الدوري الامريكي الكرة القدم ده يعني ما كانش مؤسر لما نشوف ميسي بنروحه يعني انا مش لا اي نجم يبطل بيروح يعني فيه حتة كده يعني بلقى بلقى بميسي برايموفيتش وبيكام ونيستا بس مش بقوة الدوريات الاوروبية لا لا مش بنفس القوة عاقيد لا يعني مش والدوري الصيني برضو نفس الدوري الصيني خد نجوم جات موضة كده هالك اوسكار من الشيلسي جات فترة كده كانوا بيليموا بعضه اللعيبة بس كانت تجاوب مش مدروسة طيب انا عايزة اسالك سريعا جدا على الدوري الالماني قبل ما ندوح للموجة زهريكين سيب تاطنهام وراح لباين ميونيخ شايف المعدلة عاملة ازاي الفريق الاقوى والمرشح الاقوى والابرز لحصول علاقة بالتشامبينزليج سنة دي كان نقصه كل السنين اللي فاتت بس حبه راح جاب الراجل ده بس خاس كريم موضة خالص يعني هو كان ريسه مدافع قوي ومهاجم قوي صفقة كان بكام اقل حاجة يستهلها هالكين معين كان فضوله سنة في عقده بس هوا انا بضمن مهاجم من اللي بيجيب خمسين جون وبيعمل لي تلاتين اسيست في المسلم فهبكين هو الجوهرة المفقودة كانت في تشكيلة لعيبة كتيرة احتفاظ الحبة وفضلوا احد قدام جابوه طيب ولدنا نرجع للمحترفين المصريين اهم المحترفين المصريين الموجودين دلوقتي في الدوريات الاوروبية خلينا نتكلم مثلا عن مصطفى محمد ومشاركته في الدوريات الاوروبية اليومين اللي فاتوا كانوا يومين عظمة جدا لمحترفين المصريين مصطفى محمد عامل بداية هيلة تلات متجرة تلات اسابيع في الدوري فرنسي تلات تجوان ومشارك في الصدرات الهدفين يعني بعد وسام بنيادر الراجل بقى عنده تكنيك خاص به في تنفيذ دربات الجزاء وده يخلينا نشوف ان مصطفى هيروح يعني رقم بعيد شوية في اللجوان السنادي السنادي جاب تلات تجوان في الدوري السنادي جاب تلات تجوان في اول تلات اسابيع منهم دربتين جزاء ومصطفى لو تفرج على التكنيك بتاعت تنفيذ دربات الجزاء ربا كلها تتكلم عليه فترة جاد هو جنين في مارش موناكو يعني من اول مارموش انبارح طبعا يعني اليومين لفادول كان يومين جمال اوي مارموش جاب التعادل في الديئة ستة وتسعين مثلا في اخر ديئة لفرانكفورد رجل فهيو مغلوبة احتصرف ومطبوب منهم واحد وبيجيب جول وبيحتفل مارموش جاي اوي يعني الناس بيدياله حق يمكن في مصر مارموش جاي اوي والاعلام الالماني بيتكلم عليه بشكل قوي صلاح بقى مدرسة بقى نهج بقى بقى سكة مارموش ومصطفى متهاية اصلا الناس بتظلم شوية ارقام او مردود مارموش ومصطفى محمد عشان بيقرنوهم بالعمل صلاح لسه بدري لسه كتير وصلاح اللي عمله ده يعني طبيع ان شاء الله هم كمان يقدروا يعملوا اه الاتنين يقدروا جد هو درس مصطفى هدو خلينا نقول في النهاية يعني اللي عملوا صلاح فتح طريق كبير اوي مصريين كتير في الدورات الاوروبية وعمل اسم المصر وعمل اسم برضو لنا يعني هي الفايدة في كل حاجة جزيلا شكرا ناقد رادي محمد عباس كلامنا على الدوريات الاوروبية اهم الصفقات اللي حصلت فيها مشاركة ايضا المحترفين المصريين شكرا جزيلا لك